اسعد لو قدتكم ازاي متابعة ومشاهدي قناة الاهلي في كل مكان معلقكم النادي محمد رمضاني وحييكم ويسعدني ان اكون مع حضراتكم في تاني تجارب النادي الاهلي الودية مع السويسري مارس الكولر المدير الفني الاهلاوي الجديد تاني الوديات امام طلاعي الجيش على استاد الاهلي والسلام بيستضيف هذا اللقاء الاهلي النهاردة التشكيلة ايه الكلام ايه شفنا قبل اللقاء على طول هو يمكن من ثواني كده استقبال الجهاز الفني الاهلاوي ليه كفتن علاء عبدالعال وجهازه وجهاز طلاعي الجيش هادي عمر السليق والحوار والسلام مع احمد سمير وحكام اللقاء كفتن طريق مجدي اللي بيعونه محمد عزازي وعمد العقال النهاردة في تاني التجارب الودية بعد اللقاء اصوان اللي فاس في النادي الاهلي فهدفين على اصوان طلاعي الجيش هي التجربة الودية التانية للخواجة السويسري كولر المدير الفني الاهلاوي اللي عايز يشوف فيها مجموعة اللعيبة طريقة اللعبة بيجرب بيشوف هنشوف فكر الراجل ايه وعايز يوصل ايه مع سير اللقاء بدأ بمين النهاردة بعد يلوت في حراسة المرمى قدامه اتنين محمود متولي وياسر ابراهيم علي منهم اكرم توفيق على شمالهم محمد اشرف قلب الملعب او الارتكاز او ديفندرات الاهلي النهاردة عمر السلية ومحمد فخري موجود علي منهم طاهر محمد طاهر وعلى شمالهم عبدالقادر والقوى الهجومية هيكون موجود شدي حسين ومن تحته برونو سافيو ايه دي اهو فرقة النادي الاهلي ريت الفتحة بقى قبل انطلاقة اللقاء وفي الصورة التسكرية الاهلوية كابتن علاء عبدالعيل النهاردة المدير الفني لطلع الجيش بدأ بمين عمر ردوه في حراسة المرمى احمد ايمان منصور ومحمد فتح الله علي منهم حسن مجدي على شمالهم محمود وحيد في القلب علي حمدي واسماعيل ومصطفى الخواجة والقوى الهجومية احمد سمير وكريم طارق ورأس مسلس حجومي لطلع الجيش خالد امر ادي صورة تسكرية الاهلوية لفريق النادي الاهلي اللي هيبقى موجود في شرط الاول على يمين المقصورة ويمين الملعب ويقضيوف النهاردة طلع الجيش بالابيض والاسود موجودين على شمال المقصورة وشمال الملعب هل يا طرى النهاردة البداية بمحمد فخري ومحمد اشرف اللي كانوا نذهب شرط تاني في لقاء اسوان دي بداية مباشرة الراجل بيعتمد عايز يعمل جمازج عايز يعمل ميكس يعني خبرات وهنشوف الراجل فكره ايه هيروح لايه ادي كولر وادي كابتن سيد عبد الحفيز كابتن سامي امصان مع كولر عاديد بيشوفه وطارق مجدي بيزبط ساعته ونزبط ساعتنا معاها وعلى بركة الله ضربة قلب داية لها الامبراطور الاحمر النادي الاهلي ادي الجاز الفني لطلاع الجيش مدير الكرة العميد احمد مهدي وجنبه كابت العلاق عبد العالم وادي السلية يشيل واحدة عالية وطويلة في دست مال عب طلاع الجيش محمود وحيد يقطع صديقي الامس منافس اليوم محمود وحيد بعد ما كان مع النادي الاهلي السلية يقطع منه الخواجة ادي الخواجة ماشي ماشي الخواجة وفخري والاتحام سليما ان شاء الله صفار اطلع المجدي تقلي كده ان شاء الله سليما ما فيهاش حاجة باذن الله السلية راح على طول وعبدالقادر واللعيبة كلها طبعا باذن الله لسه بنقول يا هادي ان شاء الله تكون حاجة بسيطة يا ابني لسه محمد فخري بديقول لحضراتكم من الشباب من الفرقة الموجودة الواعدين ما هو ومحمد اشرف اشتركوا في اللقاء اللي فات برة فيه برضو محمد مغربي ورقفة خليل ومصطفى شبير وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد ومحمد محمود وقافشة وحسام حسن وعليو ديانج وايمن اشرف وحسين الشحات وحمد فديد دي الدكة الاهلوية لسه على الارض فخرة ان شاء الله باذن الله تكون سليمة ان شاء الله بقاش فيها حاجة مجرد احتكاك كده او الاتحان في اللعبة اللي فاتت وان شاء الله تكون سليمة اهلي بيستعد للمشوار لموسم جديد موسم عشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين في بطولة الدوري وافريقيا هيكون اول اللقاءات موجود قدام لحد المنستير التونسي باذن الله ان شاء الله النادي الاهل يعمل نتيجة ايجابية لقايا الذهاب هناك في تونس الاول ان شاء الله تبقى نتيجة ايجابية للنادي الاهلي طالع محمد فاخري مع الجهاز الطبيع الدكتور احمد ابو عبدال خارج الملحب لسه طالعه مع الجهاز الطبي وهنا اكرم توفيق بيتكلم مع السولية وطالع مجدي يسيب الكرة يعمل اسقاط كده المحمود بتولي لوحده طبعا اللي رجعها بروح رياضية لتفينت صلاعي الجيش محمد فتحلق القادم من جزل محل لطلاع الجيش فاول ما واسمه احمد ايمان منصور جاي من بيرامدز ودي فاخري او بيجرب بره على الخط مع الدكتور احمد ابو عبدال فتحلق تاني ترجع الكورة ليه علي حمدي يطول واحدة تروح عند حسن مجدي حسن مجدي يقامل عرضية ولكن لسه مش مظبوطة تروح سهلة في ايد عادي لطي عادي لطي جوة 18 النادي الاهلي هلعب لمين قرب له متولي سند لمتولي وياسر ابراهيم ياسر محمد اشرف ترجع ياسر مرة تانية ليه محمود متولي الواحد سعيد بعودة متولي بازن الله يكون موسم موفق حسابات بعدته فترة طويلة الراجل ما كانش بيشارك بصورة اساسية محمود متولي ولكن خبرة خبرة كبيرة تفنس النادي الاهلي ويا بيضافة قوية ان شاء الله الموسم ده عادي السلامة محمد اشرف عبدالقادر يرجع الجبهة الشمال للنادي الاهلي عبدالقادر ونورا محمد اشرف ترجع ليسر ابراهيم لمتولي تاني متولي عايز يشير واحدة طويلة لكن محبود وحيد يقطع لطلع الجيش زق وسند ليه كريم طارق ينزل بيها عند احمد ايمان منصور توصل للخواجة كرة مع طلع الجيش نقل في دست مال على طلع الجيش علي حمدي يستلم يطول علي واحدة في اتجاه احمد سمير سمير يأكس الليه بحلوة هناك عند كريم طارق كريم طارق استلامة تطول ولا هيعمل ايه عرضية ولكن محمد اشرف وتعدي وموجود عبدالقادر ولكن تطول منه وتطلع قاوت للصالح طلع الجيش جيش يستنى اللي فاتر يمكن نهل موسم في المركز التامن بعد ما كان بداية الموسم فيه شوية دربكة وتعصر كده لكن قدر ان هو يختف المركز كويس ترجع الكرة تاني مع النادي الاهلي على طول ياسر ابراهيم يسلم محمود متولي متولي ترجع تاني كلها نالات اهلوية ياسر ابراهيم ياسر يطول واحدة ياسر ابراهيم على طول اطول من لازم على اكرم التوفيق وهي هطلع بقى ان هي قوية شوية توصل الكرة طويلة وتتلاعب قاوت وتطلع الجيش على طول في الناس ملعب تطلع نزل الحمد لله محمد فخر هو ان شاء الله سليم بازن لا فيش حاجة اسماعيل اطلع الجيش يستد لمحمود وحيد وحيد ليه كريم طارق طلع فيها محمود وحيد ماشي محمود وحيد ومعاها طاهر طاهر راجع يقوم بالدور الدفاعي جالوا اكرم توفيق خلاص قطع مية ونور اكرم قلب الاسد يقطع المشوار ويبعد المسافات تماما او اي خطورة عن منطقة جزاء النادي الاهلي وياخد قاوت للنادي الاهلي قاطل ودية دي اهم حاجة فيها بغض النظر على النتيجة او مش مشكلة انما المدير الفني بقى ليه فكر ليه طريقة عايز يشوفها اللعيبة عايز يجربها قادي عبدالقادر مش لازم مش لازم لسه بدري عبدالقادر بيعمل تراي او محاولة يلحق الكرة مش لازم ابز المجهود زيادة احنا لسه في بداية موسم وممكن تتعرض لاسهوة ملهاش تازم عبدالقادر حسن مجدي لسه الاول تطلع الجيش فلوس ملعب النادي الاهلي يلعب لخالد امر ياخد منها قاوت خالد امر حسن مجدي تاني المرة دي بتقرب من الراية الركنية للنادي الاهلي توصل حسن مجدي هتخد محمد سمير تنقطع عبدالقادر ياخد احمد سمير عايز يعدي محمد اشرف يا والد بعقل قوي وبالكعب يسد ياسر برايم ياسر يطور واحدة في اتجاه شادي حسين تطول يجيبها علي حمدي لطلع الجيش السلية موجود برونوسافيو يلا بقى البرازيل برونوسافيو عايزين نشوف اللي انت اقلم والمهارة البرازيلية تمتعنا بقى السنة دي بازن الله مع النادي الاهلي ادي انطلاقة شادي حسين عرضية وفتحة اللايطة توصل لعلي حمدي احمد ايمان منصور يشيل واحدة خارج الملعب قوت للصالح النادي الاهلي كريم طارق ملحي هاشت زحلق متولي لي اكرم توفيق ترجع الكورة توصل على طول سافي يباصي لي عبدالقادر عبدالقادر في القلب السلية يستلم السلية لسا السلية يطول لعبدالقادر تاني عبدالقادر ومعاه احمد سمير الاتنين ما عندهم مهارة عبدالقادر يشيلها حلوة 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 في اتجاه شادي حسين لكن طالع على طوله عمر رضوان ومسك محمود وحيد يسند لكريم طارق واكرم توفيق معاه وضربة حرة لصالح طلاع الجيش كريم طارق يلمس لمحمود وحيد اتلاعب على القصير كده الضربة الحرة توصل من مصطفى الخواجة ليه احمد ايمان منصور يسند علي حمدي الضغط الاهلاوي جابها شادي حسين باص قوية لكن وقافها كويس تحوز عليها السلية حلو شادي حسين استلم من برونو اللمسة الطولية من طهر طويلة 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 تطلع ضربة مرمى لصالح طلاعي الجيش باينة ايه دي اهو شادي حسين اول برضو ما واسمه جاي من السربيجة الكيلو باترا مع النادي الاهلي لسه عمر رضوان بيشوف هي لعب لمن? ضربة المرمى لصالح طلاعي الجيش عمر رضوان كل ده بيفكر ده يا ضربة مرمى يعني هتتلاقي بي اما كرة طويلة اما حد لو صالحي تستلم يعني لسه عمر رضوان شال واحدة طويلة في دست ما لعب النادي الاهلي تعدي طاهر وتعدي كريم طارق وتلاقي اكرم توفيق يوقف كويس يعمل كنترول على الكرة حلو ويرجع تاني بيها يسلم محمود متولي متولي ياسر ابراهيم ياسر وبداية تحضير اهلاوي هتخد مع السلية متولي يستلم طاهر كلها نهالات اهلاوية عشان يفك التكتل شوف حضراتكم طرق الجيش متمركز ازاي؟ كم واحد بيقابل وكله بيرجع عنص ما لعبه؟ هادي كرة توصل لعبدالقادر استلامة عبدالقادر طلع فيها حلو بس اطول من لازم على محمد اشرف تطلع تبقى ضربة مرمى لصالح طلعي الجيش راجعه محمد اشرف فاتح الله يسلم واحدة على طول عند حسن مجدي على القصير على طول الخواجة يحط الاسماعيل في مساحة على طول كده دايقة لعبة في مساحة ضغط الاهلي وجابها فخري لياسر ابراهيم ياسر متولي لسه متولي ماشي بيشوف لان طبعا الجيش عامل تكتل وده كويس برضو تأكيد هتلعب فرقة زي اتحاد المنستير دي مش هتفتح الملعب بقى وان هي مش من فرقة هناك يعني في تونس هدي ليها بقى طويل اول لها خبرات جمدة حتى في البطلات الافريقية هادي اكرم توفيق والعرضية حلوة وتوصل لعبدالقادر الاستلام على مرتين يسند برونو سابيو سابيو العبدالقادر تاني وطمانتشر الطلاقع عبدالقادر باس لكن تخبط فيه علي حمدي ويقطع يحط الحسن مجد وتطلع اوت للصالح النادي محمد اشرف لعبدالقادر يسلم برونو عرضية تشتيد من ديفنسي طلاق الجيش ترجع ياخدها اكرم توفيق خد القرار يا رجل استقاف العرضة يا خسارة يا خساسة هولو يا اكرم على يمينك خدها بشمله واحدة والعرضة تشيل اول واول زهون لهجمة خاطر للنادي الاهلي في الديقة العشرة بشمل اكرم توفيق كنت اقول له اعدل على يمينك وشيل فرج عليها عمر ردوان زينا تمام ميقدرش يعمل لها حاجة دي دكة النادي الاهلي عمر ردوان يلعب واحدة عالية وطويلة يشيل اكرم توفيق لخارج الملعب اوت لصالح طلع الجيش ودي الكادرة اهو مع الكولر على طولها يروح الراجل واقف بيشوف بيتابع بيفكر بيقرر حاجات عنده طريقة عنده مين اللعيبة اللي ممكن يستغلها في اكتر من مركز يقدر يعمل روتيشن ازاي يعني شغل الراجل لسه بيشوف تاني ماتش ودي ليه لسه بدري متولي يستلم ويسلم ياسر ابراهيم واحدة بعرض ملعب النادي الاهلي ماشي ياسر مقرب على وسط الملعب يستدل عبدالقادر يا سلام لو عدك كعب حلو بس حسن مجد حطت رجله قاطع قوت لصالح النادي الاهلي نص ملعب طلع الجيش من ناحية اليمين هادي كابتن علاء عبدالعالة هو القوت يتلعب وفاتح الله يشيل وشادي حسن ويع على الارض هاليا ترى ها هيقوم هو شادي حسن سليمة لسه كرة اللي عبت الطلاع طلعوها قوت في اللعبة اللي فاتت هادي هو شادي حسن ام سليم ودي كادر مع كولر على طول مارسل كولر الراجل السويسري اللي ان شاء الله نشوف معاه بقى مشوار وانجازات جديدة للنادي الاهلي وانجازات تفرق في سبي الراجل كمان طبعا اللي بيجي مرة النادي الاهلي بالنسب له ده سبي يتحط تفرق فيه مرة الاهلي المصري اكم من مدربين شفنا مرت للنادي الاهلي عملت مع النادي الاهلي بطولات المدرب ده بعد كده بيروح في حتة تانية لسه كرة حسن مجدي لسه على التنفيذ الاوت حسن يلعب لاحمد سمير سمير ينزل لحسن مجدي عند علي حمدي يرجع بها لعمر ردوان عمر ردوان ضغط عليه شادي حسيني تطلع قوت على طول الصالح النادي الاهلي شادي يلعب لعبد القادر على الارض ليه برونو سافيو هتاخد حلوة 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 استعجلت ليه لسه يا برونو اخد واحدة قطوة كمان ولكن تطلع الكرة لدار بروكنية دار بروكنية اولى للنادي الاهلي لسه برضو راجل ما نقدرش نحكم عليه ده تاني مطش يعني ظهر المطش اللي فات في اسوان ولسه بنقول يا هادي اهو ما نقدرش نحكم على الراجل والدار بروكنية للنادي الاهلي لسه الكوردر من ناحية اليمين وطاهر بيشاور طاهر على القايم القرية بيشيل ديفينس التلاحة ترجع الكرة واحدة لمحمد اشرف عايز يسد الطغبة التاني طاهر جابها حلوة وعمر ردوان يطلع على مرتين ويمسك قبل محمود متولي توصل الكرة عند مصطفى الخواجأ في القلب استلامة من علي حمدي علي يا حط الحسن مجدي ماشي حسن ماشي خالد امر عايز ينقل الكورة عند احمد سمير نقل الكورة حسن سمير يسد الحسن مجدي حسن مجدي عرضية ولكن ياسر ابراهيم موجود وقاطع على طول الكورة وين اللي برونو تأخر برونو خدها من اسماعيل توصل الكورة لمحمود حم وحيد اللي طلع برا عالطرف مع كريم طارق طولد 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 في يا عود خلاص طولد كريم طارق حاول يعمل بها مش وارك التولد منه وتطلع عود00 لصالح النادي الاهلي اكرم يلعب القوت على طول لدي شادي حسني اللي صأيت لرس ملعب النادي الاهلي عشان يستلم شادي لطهر ماشي طهر طهر ماشي يلعب واحدة في المساحة لعبدالآدر ناحية اللي مين عبدالآدر وحسن عبدالآدر وحسن مجدي عبدالآدر وحسن مجدي موجود احمد ايمن منصول في مكان كويس ايه وقاطع كرة. يشتت ايمن منصول لبره. ما خبطتش في حده. كرة راحت لبرس الكدر اللي رضاها على طول فيه كورتين في الملعب. فخر يشيل. ادي محمد اشرف والباس طويلة من برونو سافيو. لسه الاوت وطلع الجيش وربع ساعة من امر الشوت الاول وحتى الان انت عادل بدون اهداف. تكبتوا للجيش. انا شايف تجربة كويسة. عشان الاهل يبدأ يشوف الراجل هيعمل ايه? انا بقول اه الفرق التونس وكويسة. بس مش الترجي. مش الصفاقسي. مش النجم الساحلي. مش الفرق الكبيرة اللي متعودين عليها. التحدي المنستير عامل شوري كويس ساني اللي فاتت. وراح منه الدوري في اخر اللحظات. ولكن في النهاية مفيش التاريخ الافريقي اللي يقلق. فممكن جدا. ليه بيلعب بحرس ادفاعي كده او بيلعب على مرتدات قويا كان. هنشوف. ولكن كل الطرق اللي انت بتواجه بيها الفرق دي كويسة جدا. بتبين. فيه اساليب لعبة. فيه طرق لعبة. فيه اللعبة اللي ممكن تفهم فكرة الراجل على طول. فيه اللعبة اللي هيصبر عليها. يعني ما فيه شغل. بليه نظر الراجل هيبدأ يتحرك ازاي? مع موسم طويل وارتباطات الاهلي فيه كتير. ادي متولي. متولي. لس على طول. اكرم توفيق يرجع بيها. متولي. طويلة ولكن يقطع على طول طلع الجيش وحمود وحيد. توصل كريم طارق الخواجة مصطفى الخواجة ينقل واحدة لامد ايمن استلامه في نصر ملعب. طلع الجيش. باس عالارض. تروح في اتجاه كريم طارق تاني. محمود وحيد عايز يعدي ولكن تغبط محمد فخر وتطلع اوت للصالح. طلع الجيش. اوت. لطلع الجيش محمود وحيد يلعبه عند. مصطفى الخواجة هتخده. اوت تاني لصالح طلع الجيش. محمود وحيدة يلعب الاوت. على طول لخالد امر. خالد امر عايز يعدي ومعاه محمود يتولي. يحط رجل السلية ويقطع. توصل لاسماعيل ومعاه برونو سابيو. توصل واحدة على طول لسامير. احمد سامير. يشيل. تشتيت موجودة على طول مم يتولي. يرجع تاني لطلع الجيش عند اسماعيل ينزل بيها ليه. فاتح الله. علي حمدي يحكس الليها بحلوة في المساحة عبد محمود وحيد اللي يلحق ولكن راية وصفارة تسلل على طلع الجيش. اول تسللات اللقاء على طلع الجيش. ترجع كورة عادي لطي. جوة 18 النادي لاهل يستلم من طاهر. يسلم ياسر إبراهيم. ايه السولية? كابتن وقاعد النادي الاهلي النهارده. باص لأكرم توفيق. اطول من لازم على اكرم. يقول له عملت البندا وعدت. لسا الاول جيال عبا محمود وحيد طلع الجيش. وحيد. ليه كريم طارق يا خودها محمود وحيد تاني. ويلعبها. بعرض الملعب في رصة ملعب الطلاقة. محمد فتح الله. يستلم فتح الله. يرجع تاني بيها لحسن مجدد قوية وتطلع وتمر خارج الملعب. اوت للصالح النادي لاهل. طبعا ده طبيعي جدا. لسا الكنترول الكورة او حساسية الكورة والمتشاط اللي عيبة بقالها كتير. كانت مريحة فترة. بقى كانت ترجع لفترة الاعداد وبعد الاعداد بقى بنبدأ نخش على المتشاط الودية لسا. فورمة المتشاط زي ما قلقوا عليها بقى في الكورة ولغة الكورة زي ما بتقول وفورمة المباراة دي بتاخد وقت. هادي. ها السويسري. كولر اهو الراجل واقف. بيشوف ويتابع. محمد اخري. يطلع ياسر ابراهيم. محمد اشرف. يطول الوحدة. في المساحة. الميمة ليشغل محمد فتح الله اللي رايح لوحده تماما. ودي شاد حسين بدأ يقرب. هيناوش كده معا شاد حسين او هيناور معا عشان يخلي يلعب على طول. على حطاها عالية وطويلة. فتح الله جابها تاني النادي الاهلي. فاخري. يرجع بها الياسر ابراهيم. ياسر. يسلم محمد اشرف. في مصد ملعب النادي الاهلي. طولية لشاد حسين يطلع امر ردوان. الجن فاضية. ترك كرة فين? اه لا اخدها. حسن مجدي. وتروح لأحمد ايما منصور. منصور. على الارض. ضغطة اهلاوي. السلية. محمود وحيد يستلم. تروح لمصطفى الخواجة. وحيد. عايز يعدي في الزحمة وحيد ولكن دخل نفسه في الزحمة وطلقت منه اوت. لعب الاوت لطاهر. طاهر. واحمد ايما منصور والرايا مرفوعة فاول على طاهر. هنا طاهر يعني بيبص للمساعدة التاني حمد العقال بيقول له يعني هو انا عملت ايه? تحنا لابة مشتركة وانا رايح على الكرة. لاجب في النهاية ضربة حرة لصالح. طلع الجيش. هيلعبها. احمد ايما. يعكس اللعبة من الشمال اليمين. حسن مجدي. علي حمدي. فاتحلق ترجع الكرة على طول استلامة السلية. توصل على طول. واحدة عبدالقادر. عبدالقادر. ليه? برونو. حلو العرضية. شدي حسين. ضهره للجون. عايز يعدل. عايز يعدل. ومعه فاتح الله. ويشيل لخارج الملعب ضربة ركنية. اهلوية تاني. ايدي شدي حسينة اهو. ودي. طالع بقى في الضرب الركنية السلية ومتولي. ويه? ياسر ابراهيم. وجاي طاهر. بقى متعهد الضربات السابتة. ما المطش اللي فات. طاهر بقى بياخد كل الدربات الركنية. قرب له محمد اشرف. هل هيستد مع اشرف? ولا طاهر هيشيل واحدة على طول? باشارة كده? اكيد جملة بتتفق عليها للنادي الاهلي. طاهر اتحطت فرقنا الايم البعيد. ودي الجملة حلوة حلوة حلوة. لسه خطر شدي حسين وركنية تانية ولا ايه ركنية? ضربة ركنية احلوية تالتة الجملة حلوة. لسه اقول لحضراتكم. الاشارة. فيه اشارة. اتلعبت حلوة شدي حسين ريح وتسدد التقريب من عبدالقادر. وشالها عمر ردوان. طاهرة. رايح يلعبت ضربة ركنية من ناحية الشمال. طاهرة. بيسبت الكورة? لسه طاهرة. علق واحدة برضو عالايم البعيد شدي حسين يرد. ودي السلية ولكن لخارج الملعب بتاعي. لابا هنا في جملة. ان ليه قدر نقوله بالضربة الركنية? واضح ان كدر كده بدأ يحفز الايبة الطريقة. العب على الايم البعيد وتتريح. لان انت في اي كرات عرضية بتخلخل اي او بتبقى عاملة مشكلة لان هو على ما بيليف والكرة تريحت واحد جاي مش مترايب او هرب من رقبة من وسط ملعب النادي الاهلي او فراودة سواء كان برونو كوانت شادي عبدالقادر اي حد هيغمزها او هيريحها جواجونها تبقى فرصة خطر. ادي شادي راجع. ولسه عمر ادوان على التنفيذة ضربة الماربة. وصلنا النص للشوت الاول تلاتة وعشرين دقيقة وحتى الان لسه تعادل بدون اهداف. بس الاهلي راح في واحدة من تزديدة عكرم توفيق في الديها العشرة بشمال وقات في العرضة وطلعت. ضربة ركنية والتانية هم للنادي الاهلي كان فيها جملة فيها فكرة كانت ممكن تبقى فيها فرصة ولكن اهو بدأ يبقى فيه شكل كده من حاجة الراجل محفظها للعيبة فيك فكرة عايز يشتغل بي ادي اكرم توفيق. تلاتة الكورة برونو اتأخر اسماعيل يتدخل وفتح الله يفض للاشتباك ويشتبت واحدة لخارج الملعب لصالح النادي الاهلي. طلع الجيش يمكن ما قلناش اسم عني لطف غير فكورة وحيدة عرضية بتاعت حسن مجدي. غير كده ما شفناش فرصة. في الاربعة وعشرين ديئة دول. ادي شادي اهو. اكرم توفيق هيلعب القوت الاهلاوي طاهر عداها توصل ليه طاهر تاني من برونو سافيو وترجع تاني هاتو خد شادي حسين فخري عدا لنفسه حلو. فخري بنص طلع الجيش. سند لعبدالقادر حلو الباص ولكن ما رابطش مع شادي حسين يطع دفنس الطلاع. كريم طارق. استلامة. على طول بيبدأ الجيش يحضر. ولكن التحضير بطيء والضغط الاهلاوي على طول بيشيل. ياسر ابراهيم. برافو يا ولد دخل وعلى طول. تغبط الكورة وتطلع قوت للنادي الاهمي. محمد اشرف. عبدالقادر. اتضغط عليه خد حسن مجدي. رجع تاني جابها برونو. باس مش مزبوط. يقطع فتحلق قبل ما توصل ليه. شادي حسين في القلب يا مصطفى الخواجل طلع الجيش. يرجع بها تاني. علي حمدي. لمحمود وحيد. في القلب الخواجل اللي قرب لمحمود وحيد واستلم. الخواجل يشيل واحدة عليا وطويلة في دص ملعب النادي لهن. ناحية الشمال. احمد سمير عايز يعدي ولكن محمد اشرف يشيل على طول الخارج الملعب. اوت لصالح طلع الجيش. هادي احمد سميره يلعب الاوت. اسماعيل. باس مش مزبوط. برونو راجع. بعد ما جابها عايز يلعبها بالكعبة تطلع اوت. لصالح طلع الجيش. اهدي برونو برونو سافيو. البرازيلي الصفقة جديدة للناجي الاهلي ان شاء الله بإذن الله تبقى اضافة. اوت اهلاوي اكرم توفيق لعبها. وادي مارسل كولر بيقول له اسرع لقدام تعبيرات الراجل ايه الاسرع? عامة منصور. تنقطع وترجع. فاتح الله. بس مش مزبوط تلاقي السلية. يشيل السلية واحدة طويلة. اقرب لعمر ردوان. اقرب لعمر ردوان. وفاتح الله استنى. استنى عمر ردوان كتير. قاله لا مش هتصنى اكتر من كده. ويشيل وحسن ماك دي يلحق عبدالقود. ترجع تاني السلية هيرد. اسماعيل. وعبدالقادر. اسماعيل يجيبها تاني لطلع الجيش. تروح لمحمد اشرف. خطر بقى الكرة ترجع. كده. لو حد ضغط عائل لطوت اقام مشكلة. بس برابو يعني استحوز عالكورة. عمل كنترول عالكورة كويس. وادي. مارسل كونر اهو. واقف الرجل في المنطقة الفنية. متولي. اكرم توفيق. واحدة طويلة ليه طاهر ولكن معاه. احمد ايمن ويحل عليها وتطلع تبقى قوت. دربة مرمى الصالح. طلع الجيش وعمر ردوان. توصل الكرة لا احمد بنصور. يعليها وطويلة وعالية لطلع الجيش والتحضير خالد امر. يسندها المصطفى الخواجة في قلب الملعب ومعاه السولية. مصطفى الخواجة والسولية. توصل لعلي حمدي. حسن مجدي. وسع لنفسه. هيشيلها طويلة ولكن المرادي برافو يا محمد قاطع قبل مطروح الاحمد سمير. اشرف يسند لفخري. يا دي حسام حسن وقفشة. ولعبت النادي الاهلي. لسه عددك. هلا هنشوف بقى زي ماتش اسواق. هنشوف تغيير فرقة كاملة في الشط التاني هنشوف. فكر. كلر ايه? شال واحدة عليا السولية في اتجاه. طاهر. ولكن معطوعة من دفنس صلاة الجيش وترجع لعمر ردوان. احمد عيمن. على الارض. على طول اسماعيل هتخد الخواجة. الجيش بيحاول يبدأ يوصل كده او يبدأ يعمل هجمة منظمة. علي حمدي. اسماعيل. وادي الباصة على طول. ليه? مصطفى الخواجة. وادي مارسل كولر بيتكلم يا ترى بيقول ايه? مش عاجبه لسه? هل عايز اسرع من كده? هل عايز الناق? عادي اسماعيل لطلع الجيش ماشي من الصمال عب النادي الاهلي. وادي افشة. هل ممكن نشوف افشة قبل نهاية الشط الاول? فكر كولر ايه بقى هنشوف. الراجل معاه كل الحقوق والامتيازات. ده لسه الراجل بيشوف. ادي العرضية المحمود وحيد تغبط في طاهر وترجع تاني المحمود. عايز يعدي. اكرم توفيق ايه? اقوادي الادفانتج اقوا تحت الفرصة موجودة. السلية يسند لشادي حسين. شادي. شادي. شادي راح بيها للزحمة. شادي حسين راح للزحمة. الضغط عليه وخدها كريم طريق طلع الجيش. في قلب الملعب. استلامة مصطفى الخواجة. خواجة. يمو حلو يعد من السلية. ماشي الخواجة. يعكس لاحمد سمير. استلامة من سمير. عايز يجي هنا بقى على عدلته. راح على يمين ورجع تاني. هو الراجل اشول. سند لحسن مجدي. علي حمدي. الخواجة. واول تزديدة تروح سهلة على طول بعد ما خفطت في متوالي في ايدي عدلته. يلا يا علي. مصطفى الخواجة شاط الكرة وقع. شاد ولا ايه? هنا على طول او طريق مجدي بيشاور ان دلوقتي ايوة دبابة المالية. صمام الامان هو فالف الامان. صمام الامان هو وسط الملعب. اللي بالفعل تسندر عصري يا ابني. ما شاء الله عليك. طلعوا الفريتين. للووتر بريك او استراحة. المي عشان الجو طبعا والحرارة بيوقف طريق مجدي اللعب. ادي ديانج بيجري الاحماقة هو. بيسخن. هاليا طرع هنشوفه قبل نهاية الشوت ولا هنشوف ايه? مش عارب فكر. مارسل كولر ايه? بس واضح كده ان خيري مش هيضر كم. ايه بقى ديانج هينزل. ادي ديانج. سخن كويس يا ديانج. خيري مش هيضر. وتعبيرات الدكتور رحمد ابو عبلا يعني ان هو بيفضل هيقول للراجل ريح خيري. عادي ديانج والستراتشنج او يعني فرد العضلات والتسخين عشان ما يجي لوش كرامب يا ما يجيش مزق ولا حاجة لقدر الله قبل ما ينزل لسه جو طبعا حر برضو على اللعيبة يعني في حرارة كده شوية مش هنقول بقى مش صيف يعني بس يعني في حرارة لده توقيت المطش اللي قتلها في تولس ان شاء الله فالراجل بيجاهز اللعيب على الاجواء على الجو في الوقت الشمس الحر يعني عشان برضو ده بيقصر على داء اللعيبة طبعا لكن مع النادي الان يفيش الكلام ده بازن الله موفق ويرجع بنتيجة ايجابية بامر الله تريح الموضوع في لقاء العودة هو الواحد بقى ما شفت فيديوهات او حاجة برضو انتحادا من السرد لسه جديد هنا التعليمات من مارسل كولر مع الدكتور خارد الجوادي المترجم بيترجم للعيبة وهو واقف وبيشرح للعيبة بقى الراجل مع الوقت ان شاء الله يتكلم عربي يبدأ بقى يلقط كلمات عربي يبدأ يتعلم واللعيبة هتفهم خلاص مع الوقت خلاص الفكر الكرة الوحدها لغة الكرة الوحدها بتتكلم زي ما بنقول بتقرب بقى الشعوب وبتقرب بقى مدير فني من لعبته لسه شادي حسين والحوار مع برونو سافي والكلام واللعيبة واقرم توفيق نازل تاني الفرقتين عشان نستقبل بقى تبقى من عمر الشوت الاول نازل تاني الفرقتين هو ودي ديانج اول تبديلات كولر ديانج مكان خيري هيطلع محمد فخري فخري اللي هيطلع ولسه طارق مجدي هو الفرقتين نزلوا طارق مجدي قال يا طارق هيستنى تزول ديانج ولا ايه ولا هيستنى في اللعب هنشوف هو هيستنى تزول ديانج فخري ان شاء الله تكون حاجة بسيطة باذن الله ودي كابتن علاء عبد العال تبديل منطقي الراجل بيسحب ديفندر ونزل ديفندر ادي ديانج اول عنصر مهمة في تشكيلة النادي الاهلي ديانج ومستوياته سابتة بقى له فترة ومنع ناصر الرئاسية برضو في منتخب مالي شفنا في كاس الامم الاخيرة مع منتخب مالي في كاس الامم الافريقية نازل ديانج ان شاء الله فخرة تبقى حاجة بصير طب اذن الله استلامة لديانج على طوق الباس طاهر شوفوا حضراتكم ديفندر بيعرف يقرب بيميل وعين بيقطع مسافات طويلة ما شاء الله بيغلطي بساحات يعني ديفندر زي ما بالكتاب بيقول بصراحة ادي ديانج لمتولي تاني باس تمريرات اهلوية حاولوا يسحبوا فرد طلع الجيش شوية نص مالعة بالنادي الاهلي عشان يفكوا التكتل عالية برونو تعدية تلاقي حسن مجدي بنص مالعة بطلع الجيش توصل احباد سمير لسماعيل باص لش مظبوط لسه كرة رايحة جاية تاني ده ايجي نزل ايه دي اوكوه ده من طلع الجيش برضو نزل رقم واحد وعشرين هنشوف ما كم مين ايه دي احمد سمير ايه بقى تبديل هنا وتبديل هنا ما شفناش تبديلت ايه دي اوكوه ده لسه كرة توصل ايه دي على طول ايه جي يسلم حسن مجدي هل يا طرى نزل مكان اسماعيل من الواضح كده اسماعيل مش موجود احمد دايما ماشي بكورته في نص مالعة بالنادي الاهلي عدى وكسب ارض لطلع الجيش على الارض استلامة كريم طارق ينزل تاني هو اللي طلع فعلا رقم طلعتاشر اسماعيل ونزل ايه جي اوكوه شادي حسن يقطع ماشي شادي شادي فيه ادفانتج فيه تحت فرصة شادي رجع تاني مستني حد يقرب له الراجل مستني يسطد على مين برونو يحط وحدة حلوة طاهر يلا يا طاهر يلا يا طاهر جرب يا ابني جرب عدل قفلت على الشمال وخلاص هي هتلازم يا تتشال يا تتقرار يا اما اما هشيلها اوفر على طول استلامة من ديانج يرجع بيها عندي ياسر ابراهيم باص السلية بعقل قوي يا سلام عليك يا ابني عقل يحط واحدة المتولي طاهر يرجع تاني المتولي النقل الكتير في الكرة ده بيخلي الفري قدامك ساعات في بعض الاوقات في المطشاط يتعصد مش عارف يجيب الكرة اللي ايها بتبدأ تضغط يخلق مساحات كتر النقل والتحرك بسيبه نقل طولي كرات طولية تم احتفظ بالكرة كتير ده بيعصر اي فرقة بيطلقها بره المدع بيطلقها بره التركيز قادي الكرة توصل على طول واحدة الخواجة ياكس اللعب حسن مجدي لحق ملحقش تلقى تاوت لسه الاوت النادي الاهلي محمد اشرف يلعب اوت طويل برونو يغمز ليه عبدالقادر عبدالقادر باس مش مزبوط تروح عند كريم طارق وراء اكرم توفيق رجع اكرم خدها كريم طارق خدها كريم حدود 18 النادي الاهلي يسند للخواجة مصطفى الخواجة لا ده محمود وحيد مش الخواجة كريم طارق يرجع بيها لعلي حمدي يأكس الملعب حلوة في اتجاه حسن مجدي ولكن عبدالقادر على طول موجود وقاط عبدالقادر هتخد مع محمد اشرف السولية اشرف يشيل واحدة عالية تعدي ما تلاقيش غير ديفينت استلاعي الجيش عند احمد ايمن فتح الله واستلامة ايجي اوكوه الافريقي في صفوف طلاعي الجيش ادي استلام احمد سمير 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 باس خالد امر عايز يسند سند على طول تروح الكرة الحسن مجد ايه ودي الرأسية ولكن فين تمر ده برضو فيه تبديل تاني اطلاع الجيش ده نزل رقم تلاتين جلال الشرقاوي هل مكان خالد امر بقى ولا ايه هو خالد امر طلع يبقى تجي وكوه نزل مكان اسماعيل وجلال الشرقاوي مكان خالد امر تبديلات هنا وهنا شفنا دي عندي مكان فخري وخالد امر يطلع وهو ويه اسماعيل وينزل جلال الشرقاوي لسه الكرة ماشية مع طلاع الجيش بص مش بزبوط يجيبها عبدالادل للسولية اتقطع تاني تروح سلام على طول عنده حلول حط العبدالادل يلا عبدالادل طلع واحدة ليه شادي حسين شادي حسين بيتطرف برا التمتاشر كتير شادي عشان يستلم لمحمد اشرف اشرف يا فين يا اشرف فين عالية عالية لسه لسه الحساسية لسه لسه ما نستعجلش الماتشاط الودية دي كله لسه بييجي والماتش الود دي غير الماتش الرسمي تماما والماتش الود دي غير التمرينة كل حاجة في الكرة يعني اه بتوصل بقى للياقة بتوصل لفكر بتوصل لرفض من اللعيبة والانسجام الجملة بيقى في تفاهم باللعيبة خلاص في اللعيبة ما بتفهم مجرد ما اللعيب بيستلم التاني بياخد الحركة وبعارف يروح فين والتاني بيباصي من غير ما هو على المغمة زي بنقول احمد سمير يطول اكرم توفيق تغطية عشرة على عشرة يقطع ويسلم السلية يلا يا سلية على الارض طاهر طاهر لسه ماشي موه سند لديانج على طول لمسة واحدة مفيش بقى لوقف ولا عمل ليه عبدالقادر عبدالقادر دخل تمنتاشر طلع الجيش عبدالقادر يا ولد عبدالقادر سند والدربكة وتعدي ايه ما تخشش ما تعديش يا السكورة ترجع لطلع الجيش مصطفى جغل الشرقوي للخواجة تضخبت الكورة وطارق مجدي هيوقف هنا بلا زمان كنقول الحكم هوى الكورة تيجي فيها عادي انما تبقتي لا تعديلات الجيش التحاد داولي لا الحكم يعمل اسقاط ويرجع الكورة تاني للفريل كان معاك كورة كريم طارق يرجع بيها العلي حمدي في نص بلعب طلع الجيش ليه ايجي واكوه استلام حسن مجدي ترجع له تاني كورة هيسلم لمين طول واحدة عند ياسر إبراهيم فرصة ملعب النادي الاهلي اتضغط عليه ولكن لعيبة كويس ياسر حط لي ديانج ديانج لشادي حسين برونو الفكرة شكلها حلو بس التنفيذ لسه اقرب لها محمود وحيد اللي يشتت وطلع الكورة الخارجية ملعب قوت للصالح النادي الاهلي طاهر هينفز القوت الاهلاوي تلعب وتشتت من ديفنس طلع الجيش تروح الكورة لديانج يسند ياسر إبراهيم يفتح اللي عبا عند عبدالقادر يلا عبدالقادر جاي له محمد اشرف محطش لاشرف اشرف لو كده هيبقى متسلل سند لديانج جرب يا ديانج جرب يا ديانج حلوة يا ابني هو هو طبعا نفتكر جونس دمالك الجميل في بطش الخامسة حط واحدة ديانجي من هنا اللي كانت جات له بمعلامة هادي الكورة توصل على طول نص ملعب النادي الاهلي والكريم طاري مع محمود متولي وهنا طاري بيسأل كريم طاري بيسأل كانت تنطرق مجدي اوت ولا فاولي تلعب الاوت محمود وحيد ماشي بيها بنص ملعب النادي الاهلي لسه محمود سند ما سندش لسه مع الكورة ودخل اهلي ديانج قد قار التزديد سهل لا تروح في ايه ده عادي الاطف برونو صاعة السلم نص ملعب النادي الاهلي عشان نبدأ الهجمة برونو على الارض طاهر طاهر لبرونو تاني يشيل واحدة حلوة لعبدالقادر يلا بقى عبدالقادر بقى واحدة من حاجاتك لسه عبدالقادر عبدالقادر وحسن مجدي عبدالقادر اطلق لبره وعايز يشيلها ولكن تعلى وتمر ضرب اطمار ما يصالح تطلع الجيش قادي عبدالقادر اهو راجع لايب عنده كورة عبدالقادر بس اللي بقى فاي بقى فين قصة تانية حدودها تانية خالص ما بتبقى ماشي معاه وعنده بيقدر يعمل فنتاج عشرة على عشرة وبيغير اتجاه جسمه بسرعة وبيقدر ياخد قراره مهاري هو الولد موهوب هادي كورة مع احمد سمير لعبدالقادر جيش وكابت الفرقة فاتحلق توصل نقلات علي حمدي علي توصل الكورة لمحمود وحيد باس مش مظبوطي اخدها اكرم توفيق اكرم ماشي اكرم عدة من ايجي اكوه باس هتخد اكرم اكرم تاني اللي ادي ماشي النهار ده معاه بشماله الاكرم النهار ده بشماله رايحة واللعيب طبعا يبقى عشرة على عشرة ما يكون بيلعب بشماله زي يمينه ده بقى مية مية وبالذات في التزديد في الكورة ده مطلوب اول ادي الضربة الركنية الاهلوية الرابعة وادي اكرم جرب حظه شوت في بداية الشوت في الديها العشرة كانت واحدة في العرضة بيجرب تاني وعمر ردوان بيشيل هو ده الكلام تكتر يعني سدد تكتر عرضيات كتير تكتر لمسة ولعبة محتفظت بالكورة عشان ده بيريح الفرقة اللي عاملة التكتر الدفاعي ادي الركنية ودي بتشتيد من ديفنس الطلايع توصل كريم طارق يلحق قبل طهر كريم ترجع الكورة متولي متولي بيفكر يسدد ترجع تاني تلاقي مين محمد اشرف يسند شادي حسين شادي 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 عايز يعدي ولكن هي قطع مني على طول واحدة طويلة وياسر ابراهيم يجبها تاني لنادي الاهل فيما تلاقي الكورة في هجمة للنادي الاهلي اوه على النادي الاهلي هتلازم هتلاقي الديانج ورا ادي الكورة تروح لأكرم توفيق يا ولدي اكرم على الروح بس برضو معاليش طولت مش مشكلة طريق ما جدي بيوقف اللعب في حاجة ولا ايه ما هو اتلعب الاوت تمام اما كان بيسفر عليه الكورة معتفين صلاع الجيش احمد اي من ينزل بها لأمار ردوان فتح الله يسلم حسن مجدي حسن في قلب الملعب يحط واحدة لعلي حمدي علي حمدي ده هو اللي برو السائط ليه فريق طلاع الجيش نزل رقم ثلاثة وعشرين من طلاع الجيش ده عبدالرحمن شيكا نزل مكان مين بديكت صفرات طريق ما جدي بقى لما صفر كان في تبديل ثالث طلاع الجيش ابني نايت شوت الاول هنشوف عبدالرحمن شيكا فص الملعب علي حمدي موجود اسماعيل خرج وإيدي موجود هل يطر الخواجة هو اللي خرج هنشوف شكلها كده الخواجة هو اللي طلع هادي عبدالرحمن شيكا البدينة نزل فريق طالع الجيش نادي الان يعملش اللي تبديل الطراري وحيد في اصابة فخري وخرج ونزل ديانج هادي كرة مع فاتح الله يلعب لحمة دايما منصور وهادي مارسال كولر الراجل بيشوف ويفكر هيعمل ايه هلا هيبدل كل الدكة بقى الشوت التاني اهو بالفعل لسه بقول كل الفرقة بتساخن يبقى كده هنشوف الشوت التاني كل اللعبة دي هتنزل الراجل يشوفها زي مطش اسوان تمام نفس الفكرة شوت بفرقة وشوت بفرقة ترجع كرة طلعي الجيش عند ايه جي او كوهو يسيبها ليه حسن مجدي خمسة واربعين دقيقة خلاص نهاية الشوت الاول هل يا طرى طارق مجدي هادينا كم دقيقة بدل من ضايع هو اللي مع الوقت اعتقدش هنشوف اكتر منه دقيقة ودقيقتين بدانا في اول دقيقة من الوقت بدل من ضايع ودي برونو يسند لديانج ديانج على طول السهل الممتنع يستلد طاهر اللي بدأ ياخد ناحية اليمين وهناك عكس معاه وراح عبدالقادر ياخد ناحية الشمال هو ابرونو لسه العودة للنادي الاهلي محمد اشرف هي لعبها يلعب واحدة لعبدالقادر مقطوع على الكرة ليه اجي اكوه فاتح الله يشيل واحدة فص الملعب لكريم طارق عدى كويس كريم طارق ماشي كريم طارق ماشي هجمل طلاع الجيش ثلاثة على اربعة ترجع تاني الكرة استلامها بمحمود وحيد باس ليه كريم طارق ضم بها كريم طارق يا السلام عليك اكرم توفيه يعمل الفرمال على طول وترجع الكرة تانية لسه مع طلع الجيش نخلنا في الدقيقة التانية من الوقت البدن متضايع علي حمدي يرجع بها لفاتح الله وطارق ماجدي بيبص في ساعته فاتح الله يرجع تاني لعلي حمدي عبدالرحمن شيكا اللي لازل كده تمام مكان مصطفى الخواجة مظبوط اللي اجي اكوه ايه اجي اكوه ويسلم واحدة عند فاتح الله فاتح الله ينقل ليه علي حمدي لسه النقلات تطلع الجيش والدقيقة التانية من الوقت البدن متضايع بيضايع وقت بقى خلاص هنشوف طالق ماجدي مصفر لنهاية الشوت ولا فاول هادي الشيكا ودخلنا في ديها التالتة من الوقت البدن متضايع عبدالرحمن شيكا يسلم واحدة عند احمد ايمن يعكس اللعب والكادر مع النجم الكادر واللقطة مارسل كولر النجم طبعا هو الراجل هو اللي واخد كل الاهتمام والتركيز هادي شادي حسين وعبدالرحمن شيكا وشادي حسين وطارق ماجدي وشادي حسين وعالارض ودي طارق ماجدي بيقول لي شادي حسين اقوم واي شادي والديها التالتة من الوقت البدن متضايع هنبدأ في الديها الرابعة ودي الدكتور رحمد ابو عابل على طول بينزل ليه شادي حسين لسه هو بيتطمن مع شادي حسين الدكتور احمد طالع شادي مع الدكتور احمد ابو عابل وان شاء الله السليم مفيهاش حاجة بإذن الله ودي الدكتور الهلوية بتسخن بقى وطارق ماجدي مستاني الجهزة الطب النادي الاهلي يطلع هنبدأ في الديها الخامسة فشوت اول ما كانش فيه كل الوقت البدن متضايع ده بصراحة يعني ولكن جايز توقفات بقى طارق ماجدي ليه حزبته هو هو صاحب الوقت الوحيد هادي كورة ودي الدكتور الهلوية بتسخن وهدي ايمن اشرف ومغربي عدة ودخلنا في الديها الخامسة من الوقت البدن متضايع احمد ايمن يطول محمد اشرف يقطع يا راجل توصل عطول حسن ماجدي احمد سمير جدل الشرقاوي مقطوعة تاني السلية يجيبها ولكن هي معها لسه ما صفارش عبد الرحمن شيكا خدها لطلاق الجيش لسه كورة حسن ماجدي ولكن طارق ماجدي هون يحدث الشوت الاول بالتعادل السلبي ما بين النادي الاهلي والطلاق الجيش في تاني التجارب الودية استراحة قصيرة ولين نعودها مع حضراتكم مع انطلاقة احداث الشوت التانية في الى ذلك الملتق مرة تانية اعزائي متابعي ومشاهد قناة الاهلي في كل مكان معلقكم النادي محمد رمضان يعود اليكم يا جدوا دليكم التحية للتعليق الاحداث الشوت التاني من اللقاء الاهلي والطلاق الجيش تجربة الودية التانية الاهلوية النهاردة مع السويسريم عرس الكولر شوت اول انتهى بالتعادل السلبي شفنا لمحات شفنا فرصة للنادي الاهلي اكرم توفيق هو نجم اللقطة فرصتين واحدة جات في العرضة ودي هجمل طلاع الجيش وهتدخل على طول مين ده نزل اهو ده اكرم توفيق هو شوفه جايب ما غطي وقافل في تبديلات تمت بقى خلاص بين الشوتين ايمن اشرف شفناها ودي مصطفى الشوبير نزل مكان علي لطفه ودي اكرم توفيق ان شاء الله سليمة ودي متولي تبديلات اكيد يا راجل عمال هالي يا طرح هيدفع بمين هنشوف كده هاسه بريم طلع ونزل ايمن اشرف ودي ديانج السلية موجود دي انجي كان نزل مكان فخري في شوت الاول بإذن الله بحاجة بسيطة متولي هل يطرى في تبديلات تانية هدي افشة نزل ودي يبقى كده السلية موجود ودي افشة نزل المكان مين هال عبدالقادر ولا برونو سابيو هنشوف طاهر لسه موجود في الملعب ودي شادي حسين موجود يبقى لا افشة مكان برونو سابيو بالنسبة طلاع الجيش هنشوف طلاع الجيش كان عمل تلت تبديلات كابتن علي عبد العال في الشرط الاول مكان اسماعيلة وجلال الشرق اوي مكان خالد امر وعبد الرحمن شيكا مكان الخواجه هنشوف مع الشرط التاني كده مين طلع ومين نزل خالد سطوحي نزل محمد سعد سبيل نزل احمد متعب خالد عوض علي الزهدي والشريف هتحوت ده جاي من امب شريف هتحوت ده لايب كويس واشرف مجدي كده تقريبا خلاص كل فيلقة الطلاق ابدلت. ادي كرة و ادي طاهر وادي الاستلامة والتعادل الاستلامة بالشرط الاول. يلا يا طاهر ما اطوها على الكرة وتوصل عنده. طلع الجيش ادي ادي ايه جيكمه ما اطوها احساب حسون والتزديدة. اكرم توفيق النهار ده لا 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 اكرم توفيق بيعيد اكتشاف نفس وهو ضربة روكنية اهلوية هي الخمسة مع انطلاقة الشرط التاني والاولى في الشرط التاني كان في اربع روكنيات اهلوية في الشوط الاول. ادي اكرم توفيق. وادي طاهر رايح يلعبت ضرب باروكنية بالتخصص بيعمل مطش اللي فات وضح من كولر ميدي. طاهر تعليمات. ادي افشل. وادي كولر هو بيفكر الراجل. بيشوف. وادي محمد اشرف لسه ماجود في الملعب مخرجش ايه? وادي العرضية وترجع. على سدر استلامة عبدالقادر. يلا عبدالقادر. سند حسام حسن. على طول الايمن اشرف يغمز. ده طاهر. هيلحق طاهر. هيلحق ما يلحقش طاهر. تطلع. كنوا لدربة مرمن صالح. طلع الجيش. ادي عمر ردوان. وادي خالد سطوحي خد شرط الكابتنة. ليه? فريق طلع الجيش. محمد سعد سمير او محمد سمير. مع الطلاع. هو وخالد سطوحي بقى في قلب الدفاع. وادي ايمن اشرف كابتل فرق او دلوقتي. خد شرط الكابتنة هو الاقدم من عمر السلية. عبد رحمد شيكا. ترجع الكورة. على طول محمد سعد يستلم على حدود 18 طلاع الجيش من عمر ردوان ينقل واحدة في الشمال. توصل الكورة عند طلاع الجيش كلها آلات. احمد متعب. من اشرف مجدي. وادي عبد الرحمن شيكا. يلعب هناك لخالد سطوحي. سطوحي. هيلحق سطوحي. يلحق وطول. لخارج الملعب اوت. لصالح النادي الاهني. محمد اشرف. وادي الكورة توصل. ولكن تنقطع لسه عبد الرحمن شيكا لطلاع الجيش. الجيش طبعا موجود على مين الملعب في الشوت التاني هو الضيف النهاردة باستاذ الاهي والسلام. ويه? ادي الاهل الشياطين الحمر بالتشارة التقليدي الاحمر. هو اللي موجود على شمال الملعب وشمال المقصورة. ادي الكورة توصل هاجم لطلاع الجيش ادي. هتحوت شريف هتحوت الجاي من امبي السنة دي تطلاع الجيش. يرجع بالكورة عند متعب. ولكن تطول وتطلع. ودي كفت العلاق عبد العالم. مشوار بداية كفت العلاق عبد العالم في التدريب. كان بداياته مع الداخلية مرورة بقى بامبي مرورة بمشاوير كتيرة. كان اخيرها السنة الفاتت في السنة دي هو. مع طلاع الجيش. ايمان اشرف. يستلم على طول ويسلم واحدة عند محمد اشرف. وهدي كولر منشوت الاول راجل ما بيعودش. الراجل مركز تركيز جامل جدا. طبعا حقه. يشوف عارف هو جاي مرة مين. هو مش جاي مرة النادي صغير. لا ده النادي الاهلي. يعني البطولات النادي الاهلي. التاريخ مع النادي الاهلي. الانجازات النادي الاهلي. قول زي ما انت عايز تقول. على المستوى بقى على المستوى الافريخي. على مستوى المحلي. على مستوى كسر العالم للاندية. يعني قول زي ما انت عايز. عشان كده الراجل مركز تركيز تماما. انه عارف ان النادي لا يبقى بشي غير على مركز واحد الاول بس. مفيش حاجة اسمها تاني تاق ما بدنا يبقى الكلام ده مش مقبول. مش موجود في قموس الاهلي. او زي ما بنقول كده بقى في معني ولا النادي الاهلي. او زي ما بنقول دليل الاهلي مش موجود فيه الا بقى انا البطل. مفيش غير كده. غير كده ما ينفعش. لو حصل سنة او حاجة او تعصر كده في وقت كده بسيط لا ارجع على طول للمصار كما كنت. رجي تربية الاهلوية لجميع الفرق من الناشئين. مش الفرقة كبيرة بس لادا من الصغر. كل الفرق بتلعب على البطولة بس. ايه دي كرة عمر ادوان. طاهر يقطع قبل ما تروح. ناحية اليمين ودي طاهر ودي راجع معاه. ايه الكرة توصل لمحمد اشرف. خلد عوض كان مع طاهر بيحاول يجيبها. توصل الكرة عند علي الزهدي. علي عايز يلعب ترجع تاني وتخبط تروح. عنه. خالد عوض ينزل بيها لعمر ردوان تاني. علي كرة. جدال الشرقاوي طويل وكل حاجة بس. خالد امر خبرة. صراحة كفرود ما ندارش نقارن بس خالد امر في تحركاته فيها خطورة بيروح الجون ايجابي. لسه جلال الراجل بيجرب برضو علي عبدالعز يقول برضو للجيش. يلا يا ديانج. واحدة حلوة طويلة عبدالقادر احمد متعب يقطع. ترجع محمد سعد. استلامة متعب يشيل واحدة على طول عالية وطويلة في قلب الملعب. جدال الشرقاوي شوفوا حضراتكم محطة. ده يطلق عليه فرود المحطة اللي هو يستلم كويس يقدر يحضر على الكرة ويسند اللي جاي. عكس خالد امر. هادي محمد اشرف توصل للكرة على طول اللي متولي. النادي الاهلي والتحضير طولية. ليه? السلية عبدالقادر طلع له اكرم توفيق غمز لاكرم طويلة طويلة اقرب لها. محمد سعد عمر ردوان يشيل بشماله واحدة في قلب الملعب تعدي. ولكن السلية يجيبها. متولي. يغمز. محمد اشرف يحط جسمه على طول كويس قبلي حتحوت. عايز يعدي. لسه حتحوت مرة واتنين. يعمل التاكلين ويجيبها لطلع الجيش. وتروح الكرة عند خالد عوض. عوض للسطوحي. انتو الخبرة برضو فريق. طلع خالد سطوحي. اكتر مبوس مع طلع الجيش. يحط وحدة طويلة عند جدال الشرقاوي ولكن ايمن اشرف يلف بيه كويس. ايمن. كده النادي الاهلي عنده ايمن اشرف بك لفت. وعنده محمد اشرف اهو. يعني المركز بقاش يقلع في غياب. او مكلفته. محمد اشرف كمان هو الشاب الوعد. عادي كرة توصل. حسام حسن استلامة. يلا حسام. يلا يا اتش. لسه عايز يعدي. عايز يعدي. ولكن تطول وتطلع قاود. ضربة مربع صالح. طلع الجيش. محمد ساعد سمير دي اخو ساعد سمير على فكرة. لا فيوتشر طبعا ولو نجمي النادي الاهلي السابق ساعد سمير. هذه الكرة ترجع تاني لعمر ردوان. لسه الكرة مع خالد سطوحي. عالارض سطوحي يسلم حد حوت. ليه? خالد عوض. ادي اجي اوكوه. سراع عفريقي بقى ما بين اوكوه وديانج. لكن ديانج قال له على مين? افشا. 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 افشا يا خبراب يا هاد يا افشا. لسه. مش مشكلة. لسه بدري. افشا طلع عمر ردوان وافشا بياركن بهدوء. مش بيستعجل وجنب احساب حسن. ولكن تمر لضرب اخطر بفرصة انفراد اهلاوي. نتيجة ديانج. هيقول لك يعني اجي اوكوه عايز يعدي من ديانج. يعني شايف الرجل موضوع سهل. لا بالسهل. ديانج قال له بس هنا وقف. قدها الافشا وراح فرصة اول هدف محاقق. تسديل اكرم توفيقي اللي في العرضة هي الاخطر في الشوط الاول. ضربة المربع. يلعب على طول. عمر ردوان. السلية. ياخدها. حتحوت للطلع الجيش. عدها محمد اشرف. دخل تمنتاشر النادي الاهلي. وينجح انه يجيب ضربة ركنية ولا ضربة مربع. ضربة ركنية لصالح طلع الجيش. دي اول ركنية لطلع الجيش. في المطش. واحنا في ديانة كام خمسة وخمسين. لسه كورة. هيلعب حتحوت. شريف حتحوت هيلعب. الدربة ركنية لطلع الجيش على ايم القريب. ودي الرقصية من خلط عوض سهلة تروح في ايد. مصطفى شو بير. شو بير. باستعجل عايد يشوف هيلعب لمين? ولكن ياخد ضربة حرة. ولا طارق المجدي لسه? لسه الكرة مع مصطفى. ما حسبش ضربة حرة طارق المجدي لصالح شو بير. ايه السلية? ينقل. متولي. على طول. محمود متولي. يطول. طهر. طهر. نزل بها تاني المتولي. على الارض السلية. يروح بيها الايمن اشرف. لسه برع الدكة. فيه. حسين الشحات. ومحمد محمود لسه وكريم فؤاده ومحمد هاني ورقفة خليل. ايه دي اكرم توفيق تتولي الكرة وتطلع ضربة مرمى صالح طلع يا جيش هلعب عمر ردوان? ايه دي مارساكولر بيبص في ساعته. هل يطار هيدفع بقى بالبودل اللي برا? ولا هيكمل كده? هنشوف. هيعمل تبديل هيكمل في النصف الساعة اللي فضلة? او اللي اربعة وتلاتين ديئة بالزبط الفضليل هنشوف. ايمن عشر. يطول واحدة الافشة. على الارض ديانج. باسطولي حلو. طاهر. طالع له اكرم. هيستد لاكرم? سند لاكرم? اكرم ومعاه احمد متى بيعمل الفرمالة وتطلع الكرة? او تصالح النادي له. افشة. يلعب لديانج? للسلية? لديانج? لأفشة? هاتو خد نعلاته البساط للنادي الاهلي. في مساحات قسيارة? ديانج على طول يأكس اللعب هناك عند ايمن اشرف. يلا يا ايمن. ايمن. يلعب واحدة لمحمد اشرف. جنبه عبدالقادر. شالها لعبدالقادر حلو يا ولد. يا ولد. يلا عبدالقادر قطوا بيها تاني. قطوا ايوة بس المرة دي خالد عود يجيبها. ومحمد اشرف والاوفر حلوة باللفة تعدي افشة قوية. قوية. جابها افشة تاني. يلا يا افشة. اخدها افشة. من اشرف مجد وعايز يعدي بيها السلية وضرب باروكنية. السادة للنادي الاهلي على مدار الشوتين والتانية في الشوت التانية. جاي طاهر يلعب الضرب باروكنية. مرة دي من ناحية الشمال. لسه طاهر عالتنفيز جنب المساعد الاول محمد عزازي. طاهر. يلعب ها على الايم البعيد تعدي الكل وتلاقي افشة. استلم من افشة جوة تمنتاشر طلع الجيش. على الارض بص حلو ايمن اشرف وينجح انه يجيب ركنية تانية للنادي الاهلي. المرة دي من ناحية اليمين. الركنية السابعة. طاهر بقى رايح شمال ويمين الراجل في الركنيات لما ايه? ادي طاهر هو بيقولهم ما تخليها في ناحية واحدة وخلاص شمال بدلا ما رايح شمال ويمين. ادي طاهر. هيلعب الركنية الاهلوية? الاشارة دي جملة. زي شوت الاول شفناها تلعبت على الايم البعيد. ودي هنا هو. بقى المرة دي على الايم القريب. الاشارات دي. ليها فكرة. ليها طريقة. هو الراجل لما بيشاور طاهر. اكيد كل المحفز اللعيبة شكل معين للاداء. ادي ديانجي استلم. القاوت للنادي الاهلي. يرجع بها المحبود متولي. لسه متولي. على طول هتوخد. السلية وديانج. ينزل بها السلية المصطفى شبير. للسلية تاني. على السلية واحدة عند عبدالقادر. سابها لمحمد اشرف ما قراش. مربطش مع محمد اشرف هنا. عبدالقادر بيقول له انت متأخر ليه? تب دي هينزل تاني مين? للطلاع الجيش طالع جلال الشرقاوي. ونزل اتنين وتلاتين مروان محمد. جلال نزل مكان خالد امر. ودي مروانه بعد. ربع ساعة من الشرط التانية وديها ستين من عمر اللقاء بينزل مكان جلال الشرقاوي. كده كل دكة طلاع الجيش نزلت فيه معاد احمد سالم. ده من موليد هناك عند طلاع الجيش وعمد السيد حارس المرمى هنشوف. عبدالقادر الرحمن شيكا والتدخل مع ديانج. ولكن ديانج يرجع ويقطع. قبل مروان. ادي هاني. ودي مغربي. وحمد فاتح هينزل. متولي يستلم ويسلم ايمن اشرف نص ملعب النادي الاهلي. محمد اشرف يرجع الايمن. استلم الايمن في نص ملعب النادي الاهلي. بالعرض المتولي. السلية. بص طولي حل. والطاهر يستلم. الطاهر. ودخل طاهر ودخل من ديفنسي طلاع الجيش بمنتهى القوة. ولكن لسه الكرة ترجع مع الطلاع التالي. محمد سعد سمير. او محمد سعد على طول. علي الزهدي. يسلم خالد عبض. يطول. اللي حتحوت. شريف حتحوت. ماشي حتحوت. ماشي. مش رجله الخارجة قوية قوية. الفكرة حلو بس تنفيذ مش حلوة حتحوت. تطول وتطلع ضربة مرب. اهدي اهو. كريم فؤاد. هاني. حمد فاتحي ومغربي. اكرم هيطلع ولا هيفضل هنشوف. متولي طالع. يبقى مغربي ينازل مكان متولي. خلاص. احنا بدأنا نحفظ خلاص مع الراجل. وده مكان الطبيعي. كريم فؤاد اكيد مكان اكرم توفيق. بكرايت. وجاي محمد اشرف. هيروح بقى ايمن اشرف هناك. ادي هاني. ودي اكرم توفيق. ودي كريم فؤاد. ودي محمد اشرف. ودي مغربي. طلع اشرف. واكرم توفيق. ويه? متولي. محمد هاني هيلعب جنب مغربي. وكريم فؤاد هو ليبقى بكرايت. لسه بقى تشوف مين راح هناك بك شمال. اكيد ايمن اشرف. هو اللي راح بك شمال ما فيهاش كلام. لسه بقول لحضراتكم الميزة ان الاهلي بقى عنده حلول في ناحية الشمال. يعني معلول لقدر الله وصيب اي حاجة مع منتخب بلده. اي حاجة عندك خلاص ايمن اشرف موجود. وعندك محمد اشرف موجود كمان. ادي ايمن اشرف يقطع في قلب الملعب. عمدي فتح مكان السلية. طويلة كرة وتطلع. كده خلاص. مفيش حد بره اللي حسين الشحات. بس تقريبا هو اللي موجود بره في التشكيلة ومحمد محمود لسه. هل يا طرح هنشوفه مرافض خليل? ولا ايه الاخبار? هنشوف بقى فكرة الراجل هيعمل ايه? محمد هاني. يسلم كريم فؤاد. كريم. يطوت. طهر. باص. ولكن مقطوع لصالح النادي الاهلي. كريم فؤاد. بك ريت عنده. بس اصلا كريم فؤاد ده لما كان معيبي كمان كبير. رحية الغاف او كطرف يمين اقوى كتير كمان. عنده الولد حلول وبيقط عقواس اوي. في الهجمات بيعرف يزيد. يعني ممكن يبقى مارس الكولر ده يستغل الولد ده. بالفعل. الولد ده ما كانش يعني نقدر نقول مع مسماني واخد لسه حظ او ما كانش الراجل يعني لسه مش بتدينه الفرصة لا مع الراجل مع كولر مع طريقة اللعب الاهلي دي اللعب كوحدة واحدة والتحرك بشكل جماعي كده زي الكرة الالماني هيفرق لان اه عنده بيقطع كواس او من ناحية اليمين في الهجمات كريم فؤاد ده متساعد لما كان مع امبي في المسلمين اللي تقلق فيهم مع امبي قبل ما ايجي النادي الاهلي. اعتقد ان الراجل ده لو بدأ يشتغل الشغل ده على الولد ده هيفرق. طبعا حل الهجومي الطرف في الاطراف بيتها من عناصر الكرة الحديثة الرئيسية كمان. الطرف بنشوفه في التغطياته في طريقة اللعب سواء اربعة تلاتة تلاتة اربعة اربعة اتنين اوائيا كان طرق اللعبة دي بيت خلاص تغطية الطرفين دي مهمة جدا جدا وزادتهم اللجومية في منتهى الاهمية. ادي حمدي فاتحي يسلم ديانج. طاهر. على طول واحدة عالي الزهدي. الشريف هتحوت عدك واس اوي. مشي بيها. من اي من اشرف. طول واحدة عند مروان محمد. انت لقى المروان ممكن اول هجبة منظمة لطلاق الجيش على مدار الشطير. ادي مروان. على الارض. الشريف هتحوت. يفتح اللعب. واحد لاحباد متعب. متعب. يشيلها. جوة تمنتاشر النادي الاهلي. محمد هاني يقطع. ديانج يريح. لطاهر. لأفشة. حمدي فاتحي. حمدي. طولية من عبدالقادر تقلش وتروح. لعمر ردوان. لسه برضو. في لعيبة كانت غايبة بقالها فترة. في لعيبة كانت عندها راجعة من اصابات. في لسه لسه الانسجام والتجانس هيجي. هيجي مع الوقت مية في المية. الراجل اكيد هيوصل لافضل شكله. افضل طريقة تقدر ان اللعيبة كلها تفهم الاسلوب وطريقة اللعب. والتاكتك اللي هو عايز يروح له. مهم جدا. عامل الوقت مهم جدا جدا جدا. ولكن عامل البطولة مع النادي الاهلي ما بيرحمش. ما فيش وقت. انا خلاص لازم. كله يبقى داير وكله عنده الاحساس بالمسؤولية ده مهم. فالراجل بيشوف وضعية اللعيبة. يجرب ده هنا ويجرب ده هنا ونشوف. هذه الكرة ماشي مع طلاعي الجيش وتوصل من اشرف مجدي وضربة حرة احتسبها كيف تنطرق مجدي حاجة من اللقاء بقى. مستمال لعب النادي الاهلي. بطري مجدي في حاجة ولا بتاع؟ بيتمضبط بس الراجل. وادي مارسل كولر هو الراجل بيشوف وبيتابع الكادر معاه مارسل كولر طبعا الكادر هو نجمل لقطة من اللقاء اللي فات قلت لحضراتكم هو نجمل هو نجمل شباك هو نشوف الراجل في اول الاختبارات ان شاء الله يكون موفق وبازن الله الاهلي يرجع بنتيجة ايجابية من تونس بامر الله في اول استعدادات واول مشوار الافريقي ان شاء الله خير. هاي دي عمر اشرف يطول واحدة ليه. عسام حسن. التاريخ يقول كده في المطش اللي جاي ده. البطولات تقول الاهلي. الاسم يقول الاهلي. اتحد المنستين لما تيجي تبص هو لسه يعني ما ما فيش مشاركات ولكن الكرة وارد فيها اي شيء. لازم برضو زي ما الاهلي متعود بيحترم الخصم وبيحترم سواء كان اسم كبير مش اسم كبير خلاص كله في الاخر بطش ولازم اكسبه بغض النظر عن الاسم. ادي كرة تتشال على طول من دفنس صلاقي الجيش. ايه تجي اوكوه ياخد فاول من تدخل طاهر. ادي طاهر. ودي محمد سعد يطول واحدة. محمد سمير تطول توصل حمد فاتح ديانج. توصل مغربي على حدود 18 النادي الاهلي. طويلة الكرة على طول ايمن اشرف عدها. كويس ايمن اشرف. طولية. حلوة. افشة. يسلم. واحدة على طول وانطلاقة وهجمة اهلوية كريم فؤاد. كريم. افشة. ديانج. شوفوا حضراتكم ديانج الكرة بتيجي بقرار. يعني هو هيسلم. مش لسا هيستنى. كشفها وشوفوا حضراتكم وشوفوا ده الكلام بقى. هي دي الكرة. دي الكرة الحديثة بوان تطش على طول. ما بيضيعاش وقت. الراجل واخد قرار وكاشف. ديفندر زي ما الكتاب بيقول الراجل. هادي الباص على طول طويلة. طاهر. طاهر عايز يعدي بيها ولكن ضربة حرة. لصالح النادي الاهلي وطاهر. لسا الضربة الحرة اهو. افشة وطاهر بس ما سافى بعيدة. يمكن على بعض حوالي خمسة وتلاتين اربعين ياردة من مرمى عمر ردوان. طاهر وعفشة والحوار ومن وراهم ديانج. ودي كريم فوقات بدأ يزهر في الكاد. ودي افشة هنا بيتكلم محسام حسن. هل يا طرح هتتسقط في حاجة ولا هتتريح لطاهر. بتريحت لطاهر. يشوت طاهر ومحمد سعد سامير ايه? بالفدائية. يحط راسه كده ويشيلها. تطلع لدار باروكنية اهلوية. دار باروكنية التمنى. على مدار الشوطين. طاهر. هيلعب لدار باروكنية وقرب له ايمن اشرف. لسه طاهر تاني بيشاور. هيلعب على قريب ولا البعيد? لأ المرة دي بره لأفشة لكن. احمد متعب في الوقت والمكان المناسب قبل ما توصل لأفشة. بس قصير من لكن يا سلام يا هاني. صرف مع الكرة وتعمل بشكل كوي. سند لكريم فؤاد. قرب له هاني. هي رجع بيها لديانج. شوفوا العايز يعمل ايه? يعني هو ده. هو ده الكلام. ادي افشت ضغط عليه اتقطعت. مرة واقع نشوفوا ما بيجيبها على طول ازاي? يعني ما شاء الله بصراحة عشان ما نحسدش الولد يعني بامانة يعني. ادي الكرة من كريم فؤاد طويلة تطلع لخارج الملعب ضربة مرمى. قد من الصغيرة تتعلم تشوف. زي السلية ليه ستايل. زي ديانج ليه ستايل. حمد فاتحي ليه ستايل. بس في الاخر هم بصمام امان. هو ده خط تفعل اهلي الاول قبل خط ظهره. لان الكرة ما بتبقى جاية ده اول خط دفاع بيقابل. وبيزيت الهجمات. يعني شغل. الديفندر ده النهاردة ليه شغل كبير جدا. مركز ستة ده. ادي. عبد الرحمن شيكا على الارضة ونزل له الجهازة الطب الفريد تطلع لجيش. دكتور احمد ابراهيم. طيلي عبد الرحمن شيكا. مع الجهازة الطب تطلع لجيش وصلنا للديئة سبعين من عمر المباراة. خمسة وعشرين ديئة اهو خلاص من عمر. الشغط التاني. تلت ساعة على نهاية اللقاء والشغط. التاني. التجربة انا بشوفها مفيدة التجربة دي. ليه? الاهلي بيواجه فرقة متكتلة كويس عليها عبد الرحمن عامل تكتل. يفرق كتير جدا في شكله حتى الاداء اللي مارس الكولر والفكر اللي في دماغه وارد جدا. لقاء المنستير ما حد الشهر اهو بتلعب بره ارضك وكله. اسمع ليش برضو النادي الاهلي. الاهلي. عشر. القاب افريقيا يعني ما يعني رايح والتحاد المنستير تريخه في بطولات افريقيا مفيش يعني. ادي كرة توصل على طول واحدة. لا احمد بيتعب نص ملعب طلاقة. نص ملعب النادي الاهلي. كريم فؤادي اعمل تاكلنج يا ولا دي انت على طاهر. طاهر. افشة. ايمن الاشرف. واحدة طولية لعبدالقادر. عبدالقادر. عبدالقادر وخالد عوض. عبدالقادر جوه التمنتاشر. ويشيل شيكة قبل. شوفوا ده اللي بقول الحدكة. بص كريم في وقت فين? بص كريم في وقت فين بيزيد. لأ اللي كنت اقول لحضراتكم عليه. في ايه كان كده الولد? هو ميولو الهجومية اكتر منه الدفاعية كمان. بس هو الولد كباك يلعب كهاف اميز. هيبقى يفرق كتير جدا 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 مع النادي له. قادي هاني. يسلم مغربي بعرض الملعب. يطول مغربي. واحدة الافشة ما تزبطش. ترجع تاني. الشريف هتحوت. لطلع الجيش هتقطع. هتخدها افشة. يلا يا افشة. سند ليه. حمدي فاتحي. فاتحي لكريم فؤاد. كريم. اتضغط عليه. عبدالرحمن شيكا. لكن ديانج يقول له ما تلاقش انا ماجود. كلام موضوع خلصان. ادي بقى ادي. عالخط رأفة خليل من اللعيبة اللي هتبقى لها المستبقى بكيس اول ولد ده. اتنين وتلاتين من قطاع نشيل نادي الاهلي. لعيب عنده كرة. لعيب كرة. وجام الجام بوحسين الشحات. ترجع الكرة والهجمة الهلوية يا ايمن اشرف. والله زمان يا ايمن يا اشرف طاهر طاهر طاهر. واي عمر ادوان يشيل. خطر عبدالقادر. عبدالقادر. ودرب ركتين. لأ دربة مرمى. عبدالقادر هيطلع شكله كده وهينزل حسين الشحات مكانه. وطاهر طالع. خلاص. كده كله نزل للنادي الاهلي. هادي نزل رأفة خليل. لايب كرة كواس اول ولا ادقاو. طبعتنا مع براعم ويه. شط. اقطع نشقي النادي الاهلي. لا ولا ولد من ولاء من العناص الكويسة قوي. من ده له التوفيق بإذن الله وموفق ان شاء الله. هادي الكرة مع طلع الجيش. طويلة الكرة على الزهدي. افشة. طولية حسام حسن يستلم. حسام 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 ومحمد سعد سمير. يقطع. رأفة خليل والعرضية. ولكن تتشل من ديفينس الطلاع. موجود يانجي ما ما تلقش. على طول يجيبها تاني يا سلام. جملة. هي يا افشة بقى. هي يا افشة. مش عايدة تدخل. ما عنده. يشيل ديفينس الطلاع. من على خط المرمى. ترجع تاني كرة تشتيت. ايوة كده خلي بقى لقاية اشتعل اكتر ويحلو. رأفة خليل. خليل. مع الكرة. لسه مع الكرة. والضغط عليه من ايه جي او كوهو. يجيبها تاني رأفة مع حمدي فتي. ديانج. ديانج. كم ده من ديانج على رأفة خليل. تطلع عوط لصالح. طلعي الجيش. خليت عوط هلعب العوط لطلعي الجيش. اكيب برضو كافتان عنها افداء المدير الفني الطلعي الجيش ليه فكر او ليه اسلوب او استراتيجية عايز يشوف بيها اللي عياب بتاعته. لان ما الجيش كان يعني بيروح على المرمى بحرص قوية بتحفو شديد. هذه الكرة واستلامة توصل على طول ليه. اشرف مجدي. عالي الزهدي عالي او طويلة ما تلاقيش غير المصطفى شو بيه? يلعب لكريم فؤاد. كريم. ماشي كريم? واحدة على طول طويلة. الشحات. حسين الشحات والسلامة. الشحات يطلع كريم فؤاد ومتعب. كريم فؤاد ومتعب والعرضية وضرب باروكني هي التسعة. لصالح النادي لاحي. حسين الشحات هو اللي هيستلم بقى الراية في الضربات السابتة. سامين حضراتكم بقى. عمر ردوان حارس مربط لعب يوقف لعبته. ودي الشحات يا سلام يلعبها والمغربي. حلوة يا ابني اختفها من قارب نقطة. ولكن تعرف هو المقص الشمال وتبقى ضربة مرة. اه دي محمد المغربي. ودي تبديل ليه? طلعي الجيش. عبد الرحمن شيكا طالع. طلعي عبد الرحمن شيكا. ونزل اسمائيل تاني. او خلاص ما كل اللي هي ملعب التبديل وخلاص فنزل اسمائيل تاني رقم تلتاشر اللي كان طلع شرط الاول نزل مكانه ايه جي اوكوهو نزل تاني. شرط الودية يعني. عادي التبديل مفتوح وحسب الاتفاقة بين الجهزة الفنية فيش مشكلة. ده ماتش ودي. مش ماتش رسمي. يعني ماتش رسمي. يعني فهش اللعب يطلق انزل تاني. عادي كرة ولكن طبعا اكيد واضح ان ده التراري ان عبد الرحمن شيكا خارج مصاب. تشاكله كده وان شاء الله يبقى سليمة. كريم فؤاد طويلة ما تلاقيش حد اللي عمر ردوان. خالة ستوح يستلم كابتن فريق طلع الجيش. توصل علي الزهدي. اسماعيل تاني. خالد عوض. رأى فتخيل يضغط تغبط ويقطع النادي الاهلي. اي من اشرف يستد الافشة. افشة الباص بقر يا افشة. كتا عايزة انت اللي تروح. اسماعيل يرجع تاني افشة يجيبها للشحات. حسين الشحات لديانج. ديانج. هيعمل ايه ديانج? زند للشحات. القريب. الشحات يطلع كريم فوقات طويلة. طويلة. هي متوقعة تتلعب. بس طويلة هنا اهو. ورسال كولر بقول في الرجل الرجل يا جماعة بقى. متع بيلعب الاوتا طلع الجيش عند. عشرف. مجدي. توصل الاسماعيل. وضربة حرة لصالح طلع الجيش. لسه. الضربة الحرة لطلع الجيش. محمد سمير او محمد سعد سمير العمل خالد سطوحي. حمد فتحي يقطع. رأى فتخي على سدره. حيله الاستحواز والسيطرة على الكرة. توصل لايمن اشرف. يا سلام. هاتو خد قلت لحضراتكم عنده كورة الولد. عنده كورة الولد. عنده كورة الولد. ويشيل ديفينزة طلع الجيش. يلا يا ديانج طولد 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 طولد. هي الاستلامة يا ديانج بتاعتك. استد وجرب. ولكن تتول تروح لعمر رضوان. هادي كورة مع خالد عوض. لسه كورة معاه. والتحديل اللي طلع الجيش. اسماعيل هيستلمين للسطوحي. على طول يشيل. بببدأ من خاف سلم ويشتت على طول الراجل. مغربي يقطعها كويس قبل مروان. ولكن تطول وتطلع عوض. تطلع الجيش. خالد عوض يستلم طلع الجيش. لسه كورة مع طلع الجيش. لسه بيحاول لي عادي. قفشة بيجيبها. ولكن يخدها تاني خالد عوض. رجع للزحمة تاني. الضغط على ما لازم. هي القطرة بتغلب الشجاعة يعني. وانت مش واخد قرار اصلا يا خالدي عوض. تطول الكرة ويطلع للشحات. الشحات واحمد متى بيخش معها لطوله تبقى عوض للصالح. انها دي لاحل. كريف وادي. ساند لنفسه. عدل كريم عرضية. مما قابل من هناك رأفة خليل. الفكرة حلو. بس التنفيذ تعلى. تعلى تعلى. تعلى. اللي بيطلع من ناشئين بيلابس فنلة الاهلي. ده قصة تانية. بيطلع عنده الثقة. بيطلع عنده الاداة. بيطلع عنده روح البطولة. ده هي ده ابن الناجي زي ما بنقول. ايج داربة المرمى. وهدي تلقى ابن السطوحي. خلاص. وصلنا بقى احداشر دقيقة عن نهاية. تجربة. السويسري. مارسل كولر التانية. التجربة التانية بعد لقاء اسوان اللي فات. ده كنفوز اهل اتنين واحد. محمد هاني. على التنفيذ يسلم على طول. واحدة الكريم فهات كريم. ديانج. كريم. يرجع بها لمحمد هاني هيوسع عن نفسه ونزل لمصطفى شبير. مصطفى شبير يجيبها على طول. صح هاني مرجع الكرة صح جدا. لازم يرجع دايما المساك او اي العين في الملعب بيرجع الحارس مرمى. لازم يلعب الكرة على طرف من الطرفين يمين او شما مش فلوس الجول. لان برضو مهما كان حارس المرمى اي هنقول بقى بيقى في الكرة كويس وبيخش في اللعب وكله بس ممكن جدا جدا كرة تعدي منه. وارد. فلما هي على طرف تبقى تطلع عاود. انما لو في قلب المرمى او تحت ثلاث خشبات ممكن تبقى جون. قادي نادي لال. حمدي فاتحي. حمدي. استلم. حمدي. عرضية المي ما تلاقيش. لان هي محدش توقع. وكله قال حمدي فاتحة يشوت. اسماعيل يستلم. يرجع لخالد عوض. يغبط افرافة خليل وقاوت لصالح. طلاعي الجيش. غالد والقاوت وعشر دقايق عن نهاية. وادي. العميد احمد مهدي. كابتن عالق عبد العالف الكدر. وادي. كل الكلام مع جهازه. خلاص كل اللعب برا هو. خلاص كله. تقريبا تشارك خلاص. مفيش حد موجود. خلاص طوح يعكس اللعبة عند محمد سعد سمير. مليمين للشمال في الاسمال عبطلع الجيش. قرب له اسماعيل. حط الاسماعيل. اسماعيل هو باس. مش مزبوط تطلع كرة خارج الملعب. هادي مارسال كولر اهو. او كولر. مارسال كولر. يلعب لديانج. يا سلام على الباص. حلوة. ايمن اشرف. يسوقف ايمن على مرتين. عرضية. عرضية. ولكن يشيل سطوحي قبل. افشو حسام حسن. حسن حسن يا راجل. حسام حسن. الشحات بيقول له سبها. بس الفروة الطماء يا حسين يا الشحات. هو كان عايز يروح ولحقها بالعافية. ولكن عايزة بط رجلك يا حسام حسن كانت تبقى جمية في المية. بس شوف ديانج. شوف الجمال. شوف الحلوة. شوف اللعيب الكرة بقى لما بيوصلك بلمسة. سهل. الراجل اللي قلت لحضراتكم اداء والسهل الممتنع. ما عندوش مشكلة. يقطع. هو موجود. سمام امان. ويضغط ويشارك في الهجمة. وموجود وبيسدد. يعني تفندر ما شاء الله. مكسب كبير طبعا. ادي كورة طاوة رجع تاني. حمدي فتحي. حمدي فتحي باصي. يشيل على طول ديفنس صلاة الجيش تاني. ديانج يجيبها. يستد لحمدي. جرب يا حمدي. لا لسه حمدي. تقفرت الزاوية كان. لو منه جرب اسدد. هاني. ماشي هاني. يا سلام. على العرضية لو عدت. لو عدت. لو عدت. ودي الكورة هنا تتشال. ويه? ترجع على طول من ديفنس صلاة الجيش تت. فنس النادي الاهلي. حمدي فتحي. حمدي. لسه. يسلم هاني. اللي زايد معه. هجوم النادي الاهلي. هاني للشحات. لهاني تاني. قرب له ديانج. هيعمل ايه هاني? شالها لحسام حسن. حلوة. يا حظك يا حسام يا حسن. الفكرة حلوة. وطلق عمر ردوان وسقطت بس بره. تلت خشبات. تطلع ضربة مرمى. اهو. التعامل بقى مع التكتل ده هو ده الكلام. العرضيات التفرق. التزديد. اللامسة الوحدة. اسرح حاجة. كل الكلام. الاختراق من على الاطراف. العمق صعب في زحمة عدنية. مش هيفيد. عشان كده يقول لك سدد. ممكن الكرة ترد من القايم. من العرضة. من حارس المرمى. تلاقي المتابعة جون. عمر ردوان. عالية. محمد هاني على سيد روحي له. بس اتوال منه. يا خدها. اشرف. مجدي تنقطع تاني يجيبها النادي الاهلي. حسين الشاحات. الشاحات يسقط. ولكن محمد سعد سامير متمركز كويس وقاطح. عابل حساب حسن. اسماعيل. عالي الزهدي. توصل احمد بتاف للزهدي. استلامة. ينزل بيها لخالد سطوحي. اسماعيل. خالد. وتتشال الكرة من ايمن اشرف. يرجع بيها لي نص ملعب طلاعي الجيش عندي خالد سطوحي. اسماعيل. استلامة. واحدة على طول اطلاعي الجيش تروح عندي احمد متعب. للزهدي. يعلق واحدة عالية جوة 18 النادي الاهلي ما تلاقيش غير مصطفى الشبير. يسلم ايمن اشرف. ايمن. لحمدي فتح. حمدي. واحدة طويلة حلوة 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 في المساحة لحسين الشحات. يلا يا شحات. حسين. 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 عايزي عدي. عدى العرضية وتطلع وتغبط وتمر. لضرب باروكنية. ايه لعشرة للنادي الاهلي. الشوت التاني فيه ست ضربات ركنية. وشوت الاول اربعة. لسه تضرب باروكنية. هاني قرب لحسين الشحات. خمس دقايق. خلاص الديها خمسة وتمانين. بقي خمس دقايق. عديها تسعين غير وقت البدل ما تضايع. وتتلعب على الايم القريب وتتشال وتروح لاشرف مجد يزوء المروان محمد. المروان عايز اعمل مشوار والمغربي وفاول. مزبوط داس مفاول تكتيكيب عشان يعطي اللعب. ما يخليش يعمل زيادة. خاصة الديفنس النادي الاهلي كان زايد. المغربي كان زايد. ويه? هاني. هادي مرسال كولر. وقف الراجل بيشوفه يتابع. تتلعب الكرة وترجع عند محمد سمير. او محمد سعد سمير في خط ظاهر طلاعي الجيش. توصل خلص سطوحي. سطوحي عالي. واحدة طويلة ما تلاقيش غير كريم فؤاد فنص ملعب النادي له. كريم. ديانج. ايه الشحات. حيل والباص. كريم فؤاد. يوقف بها كريم. لسه كريم. ديانج. شوفوا حضراتكم. هي الكرة قرار. والراجل ده بيدينا درس في انتخاذ القرار. ديانج. ايمن اشرف. تخبط. ولسه الكرة وطمانتاشر طلعي الجيش. وحمد فتحي. عايز ضرب الجزاء. ودي ايه? ضرب اطمر. شاف فيها جايز بقى يعني ان ما تستهلش سيميوليشن. حمد فتحي بيدحك. هالجايز ان هي حمد اللي رامي نفسه. عالي الزهدي. هاجمة طلعي الجيش. حلوة في المساحة هناك عند خالد عوض. خالد يشيل واحدة على الايم القريب. يقطع مغربي. ترجع لرقفة خليل. توصل لحمد فتحي. حمد. يطلع كريم فؤاد. يلا يا كريم. كريم. طول للشحات. ما فيش راية ولا صفرة. راجل كان مغطي. ترجع تاني. كريم فؤاد. يعكس الليعب هناك لرقفة خليل. رقفة. الشحات تنقطع ترجع تاني. مع شريف هتحوط تطلع الجيش. يطول لمروان. مروان محمد يستلم. لسه الكرة مع طلع الجيش. شريف. تطول. تغبط. لسه هاني يجيبها. ماشي محمد هاني. سلم قفشة. لسه قفشة هل اللعب قفشة واقف وطاني المجد هل وقف اللعب? فيه لعب من الاهلي واقع ومروان. ده اي من اشرف واقع ومروان. رايح يطمن على طول مصطفى الشابير على اي من اشرف. ونزل له الجهازة الطب الدكتور احمد ابو عبلا. لسه اللعب متوقف وخلاص احنا في اخر دقيقتين من عمر الشرط التاني. ان شاء الله سليم ما اي من اشرف باذن الله يقوم سليم. حسام حسن والكلام بينه وبين الشحات. طاري مجدي اعمل اسقاط بس الكرة مع النادي الاهلي. هادي حمد فتحي. خدها قفشة. اللي حمد فتحي. استلامة على طول توصل رقفة خليل. رقفة موه وعدة. عد رقفة لسه الكرة مع رقفة بيموه رقفة توقف تحت رجله. لسه الولد عنده مهارة بس لسه طبعا خبرات. بس عنده مهارة. هادي الكرة توصل. الحمد فتحي. لديانج. شوف باصص هيعمل ايه? وعارف هيباصل مين? هادي هاني? بيسهل الموضوع مش بيصعبه. قفشة عايز يخدها واحدة كده على طول لك اطعم الديفينة صلاح الجيش. توصل لاشرف مجد. اشرف يطول واحدة لمروان. ومعاه مغربي وتطلع لخارج الملعب. قاوت لصالح طلاع الجيش. منا بقى السنادي نشوف منافسة في الدولة نشوف مستويات كويسة. بإذن الله. النادي الاهلي. نكون بطل المسابقة ان شاء الله كالمعتاد. يعني هو ده المكان الطبيعي للدرع بإذن الله. في ايه? ايه الجزيرة في النادي الاهلي. لكن الفرق بالدعم. كلها بالدعم. شوفنا فرقة اسوان جايبها لعيبة كتير. النهاردة طلع الجيش في تدعمات. كل الفرق. من خلال المتابعة الواحد لموسي من التالات فيه فرق كتير جدا مدعبة بشكل كبير. ما ان كل الايجابية دي بتنعكس على المنتخبات. سواء كان القومي او الولمبي. لسه كرة توصل على طول. واحدة للنقل لي طلع الجيش واحمد متعب وعليمين ويلعبها ارضية. مروان محمد يجيبها لطلع الجيش. عرضية سهلة في ايد مصطفى شبير. شبير يلعب واحدة على طول ولكن يشيل ديفينسي الطلايع. عفشة. يسلم الشحات وبدأنا في الدياء الاولى. بالوقت البدأ المتضايع. حسين يسلم ديانج. مغربي يشيل واحدة طويلة مغربي. تنقطع الكرة لمن احمد متعب ترجع تانيا طلع على الجيش اشرف مجدي. اشرف يطول واحدة طويلة طويلة طويلة. مغربي يعمل التخطية وشيل. على طول خارج الملعب اوت. ادي مغربي هو بيعتزر. في اللعبة اللي فاتت. اوت. ليه? طلع الجيش. هل احمد اشرف اهو الراجل? سخن لا مش هينزي. خلاص. قاعد الراجل. مراوان يستلم الاوت ويعدي بيها. لسه عارضية ولكن ما تلاقيش. ما فيش تواجد هجوم يتطلع الجيش اللي الشريف هتحطه بعيد الراجل. سهلا. خالة ستوح يقطع بسدر وتوصل في كرة الاسماعيل والديقة التانية من الوقت البدل ما اتضايق. عاوت للصالح النادي الاهلي. اي من اشرف في العب على طول. ليه? مغربي. محمد مغربي يسلم. حمدي فاتحي. حمدي. تطول الكرة وتروح على طول. واحدة ليه. ديانج. افشة. بوش تيجلو خارجي حلو الباص. ولكن طويلة. اطول من لازم تروح لعمر ردوان. لسه عمر بيشوفها يسلم مين? عالية وطويلة من عمر ردوان. توصل عند مراوان محمد. يلعبها برأسية. تروح سهلا. ليه? مصطفى. يسلمها على طول لكريم فؤاد. بدأنا في الديقة التالتة من الوقت البدل ما اتضايق. والنتيجة واضحة بحضراتكم على الشاشة. تعادوا بدون اهداف ما بين الاهلي وطلع الجيش. هنا حسين الشحات لف بأي جيكو. حلو. وطريق ما جديد دا له الفرصة والاتحة للعبة. يجيب الكورة. يلعب على طول حسين الشحات. يعلي واحدة عند افشة يا سلام. احسام حسن فيه متأخر خطوة. اشان تدفين صلاح الجيش. ترجع تاني. ايمر اشرف باص افشة. لما افشة بيبقى رايق ويزبط يا سلام يا رقفة يا خليل. يا سلام احسام يا حسن. مستعجل. مستعجل. رقفة خليل. وقفشة دهل وحسام حسن هدية. هادي الكورة ترجع. ودي ديانج وضربة حرة. كلام منطقي. مع الكورة هتفقد هتلاقي ديانجة على طول. يبقى موجود عشان يجيبها للنادي له. هاني يلعب الدربة الحرة للصالح حمدي فاتحي. حمدي يعلي هناك لرقفة خليل. لو يستد الايمن اشرف بقى اللي جايله. لو يستد الايمن اشرف لا. ضم بيها هو الجو. وعالارض. حسام حسن. حسام حسام. رقفة خليل. رقفة. عايز ضرب الجزاء. لا. ما فيهاش ديانجة رقفة خليل. صعبة. صعبة تتحس بي. يعني. هادي. توصل الكورة. خالد عود اطلاع الجيش. علي الزهدي. عايز يعدي بيها. خدها علي الزهدي تاني. جابها رقفة خليل. والديان الرابعة من الوقت البدل متضايع. الشحات لأفشة. يقطع منه محمد سعد سمير. يجيبها تاني حمدي فاتحي للنادي الاهلي. حمدي. يسلم هاني. يأكس اللق بحلوة هاني. ويشيل ديفنسي الطلايع. ولكن راية وصفارة تسلل على افشة. لسه سطوحي. هيلعب. الضربة الحورة غير مباشرة طلاع الجيش. واحنا في الديقة الرابعة من الوقت البدل متضايع. متى بيسلم اسماعيل. اسماعيل وباس يغبط في ديانجو اوتو. دخلنا في الديقة الخامسة. من الوقت البدل متضايع. نفس الوقت البدل متضايع في الشوت الاول بردو. كان خمس دقائق. تلعب القوت وتوصل الكرة لمحمد هاني. ومروان وجهاز الفني تطلع الجيش عايز فاول. ولكن الطريق المجد بمشي اللعبة. ماشي يا كرة تطول. محمد سعد سمير توصل اسماعيل ينقل لاشرف. عايز يعدي بها يا سلامة. عدها بشكل حلو من ديانجو ارح ديانجو على طول موقافه بضربة حرة. الديقة الخامسة من الوقت بدل متضايع. ودي طلع الجيش واحمد متعب يلعب بالضربة الحرة. لا اشرف ديانجو خلاص بقى يقول له مش كل مرة مش كل كرة. هتعدي كده. هادي متعب يسلم واحدة. وبدأ انا في الديقة السادسة. ولكن هي صفارة النهاية من طارق مجدي لنهاء احداث الشوت التاني من التجربة الودية الاهلوية التانية. الاهلي وطلع الجيش تعادل سلبي انتهي اللقاء. ساعدت ان اكون مع حضرتكم اعزائي مشهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان. تقبلوا تحياتكم عنكم الرادي محمد رمضان. واللقاءات اخرى قادمة عبر شاشة قناة الاهلي. في الى ذلك الملتقى. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.